كيف يكون هناك سبايا والعلاقة تكون غير شرعية شادي بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك وتشكر على الحرص على دعوة الآخرين إلى الإسلام وهذه نعمة من نعم الله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم هذا المسألة الأولى ولذلك الله عز وجل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير قل جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ونصوص كثيرة في القرآن فيها الأمر بالدعوة إلى الله بالرفق واللين والحوار المقنع ولذلك كل شخص يهتدي على يدك لك مثل أجره الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يدعو يجب عليه أن يمتلك أدوات الدعوة وأدوات الحوار أما إذا كان الشخص يدعو بعاطفة لا يصرح لا يصرح أن الشخص يدعو بعاطف تدري يا أخي شادي أن بعض الناس أضروا الإسلام وهم يريدون نفعه أضروا الإسلام يعني أضروا المسلمين وهم يريدون النفع رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا هو يريد الخير لكن نظر لماذا لأنه ذهب يدعو بعاطفة ما يمتلك أدوات العلم ما يمتلك أدوات الحوار ما يعرف المداخل والمخارج لقضية الشبهات بل بعضهم والعياذ بالله هو هو بدل ما يكون داعية أصبح مدعو وتأثر تأثر ضعف إيمانه وبعضهم والعياذ بالله خرج من الملة لماذا لأنه لا يوجد أجوبة على مثل هذه القضايا هذه القضايا بسيطة التي ذكرتها سهلة جدا الجواب عليها سهل لكن في قضايا أخرى ولذلك من المهم جدا أن الإنسان لا يخوض غمار الدعوة ويدخل حق للدعوة مع غير المسلمين وهو لا يعرف المداخل والمخارج و لا يعرف كيفية الرد على الشبهات والله عز وجل ماذا قال قال أدعو إلى سبيل ربك يقول جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قال العلماء العلم البرهان يكون عند الإنسان حجة فلذلك من المهم جدا أنك يكون عندك الأدوات وهذه فرصة لك الآن مدام الحمد لله عندك الرغبة في دعوة الآخرة أنك تتعلم ليس عيبا وتتفقى وهذا ما يحصل إلا بالعلم أنك تثني ركبتك في مجالس العلم أو تذهب في دورات علمية موجودة ما شاء الله حتى في الدولة مراكز فيها دورات علمية لمن يعني لديها الرغبة في قضية الدعوة قضية كذا يفهم الآن مع هذه العالم الفضائي المفتوح الآن في برامج كثيرة موجودة تستطيع من خلالها تدخل في قضية تتعلم كيفية الرد على الشبهات وكذا لكن قبل ذلك يعني احمي نفسك وانفع نفسك بأن يكون عندك الحصيلة المعرفية يكون عندك القواعد قواعد العلم والشرع وهذه طبعا رسالة ليست لك يا شادي فقط بل لكل من يشاهدني لأنني أنا أتعرض لكثير من الإخوة والأخوات أيضا يعني يسألون يقولوا والله ألقي علينا الشبهة الفلانية شبهة يعني ما تصمد أمام طالب العلم يعني حجج تهافة كالزجاج إخالها ما بين كاسر ومكسور فلما أسمع بأن والله هذا الأخ أو هذا الأخت تحيروا أمام هذه الشبهة إذن المشكلة عندي أنا أنا كداعية أنت والأخت عندكم مشكلة ما عندكم الحصيلة المعرفية ولذلك السلامة أولى أن الإنسان يسلم والعافية أولى من أنك والله أعرض نفسي لي مثل هذه الأشياء المسألة الأخرى هذا لا يعني بأنك والله أنت ما تمتلك الأدوات في الحوار والنقاش والجدال ومعرفة أنك والله تستسلم ممكن في طريقة أخرى أنك تأتي بكتاب من الكتب الموجودة التي هي تمثل أجوبة لكل سؤال عند الآخرين هل الأسئلة هذه كلها موجودة في كتب خاصة موجودة ممكن تقول والله تفضل هذا الكتاب اقرأه مثلا اقرأه وبعدين نتناقش فيما بعد مسألة أخرى وهذه مشكلة يا شادي ومشكلة عند كثير من الأخوة العجيب أن يبدأون بالدعوة في رد الشبهات قبل الدعوة إلى توحيد الله والإيمان به وهذا من أعجب العجب يعني أنا مثلا لو في مقامك يا شادي لما يطرحون عليه هذا السؤال أقولهم هذا السؤال متأخر بعدين الجواب عليه عندي مشكلة عندي مشكلة في علاقته بربي عز وجل أن يعتقد لا بد أن يكون واحد سبحانه وتعالى قوله هو الله أحد الله الصمد فإذا آمنتم بأن الله هو الواحد الأحد الذي لا معبود غيره ولا إله سواه نتناقش فيما بعد ذلك يعني الآن ليس من العقل ولا المنطق أني والله أنا أبحث الآن في قضايا فرعية بسيطة جدا وبعضها قد لا يصحها وأترك المسألة العظيمة والاجتهاد في محل النصي كتارك العين لأجل القصي معقول الواحد يذهب إلى أشياء جزئية ويترك شيء عظيم هذه مشكلة أيضا وهذه يدل على ماله على أن ما في منهجية في قضية الحوار الحوار أني فيه فيه لابد من أرضية يا شادي أرضية أتفق عليها بعدين هذه المسائل الأرضية عندي نقاش حول مسألة واحد يعني كثير من الناس يأخذ المحاور إلى طرق أخرى ويضيعه وينسى الأصل أنا مشكلتي معك ليس في قضية والله مثلا السبايا وليست في قضية والله الزواج كذا ليست قضية هذه هذه قضية فرعية جدا تبنى على لما أفهم الأصل العام لما أفهم الأصل العام بارك الله فيك يعني مثلا جواب على السؤال الأول سؤل أحد العلماء يعني لماذا المسلم ما تتزوج غير المسلم والمسلم يتزوج المسلم مثلا نحن زواج الكتابيات أجاب العلماء نحن آمنا بموسى وبعيسى صلى الله عليه وسلم آمنا بموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم ولذلك أباح الله عز وجل لنا نساء أهل الكتاب فإذا آمن الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم أحل الله له زواج المسلم صلى الله على نبينا محمد جواب حاسم وقاطع مسألة السبايا أخي الفاضل لابد يعني يحتاج إلى إلى حلقة كاملة في قضية معرفة الرق و معرفة العبودية و كيف أن الإسلام جاء فاستنقذ هؤلاء يعني لا يعرف على مدار التاريخ البشرية مثل دين الإسلام في قضية حماية الجنس الإنساني و حماية العبيد و حماية الأرقة و حماية النساء و حماية هذا الجنس الذي استعبد في كثير من الأمم و هذا يحتاج إلى جواب طويل بارك الله فيك لكن مثل ما قلت لك لابد من هذه الخطوات ما يمكن أن أصل إلى هذه النقطة إلا أن أتفق على قضية مهمة جدا بارك الله فيك